وللمتابعة ينضم إلينا من حيفا مراسل الغد رازي تطور رازي بعد التحية نتابع في آخر المستجدات الميدانية وفشل المنظومة الجوية الإسرائيلية باعتراض رشقة الصواريخ الآن نعم بعد رسالة من حزب الله مفادوها انظروا إلى الشمال مباشرة نحو خمسين صاروخا أطلق على الجليل الأعلى ومدينة صفد تحدث عن ضربة وصفت على أنها الأعنف على مدينة صفد انفجارات عنيفة جدا الدفاعات الجوية فشلت باعتراض عدد من هذه الصواريخ الجيش الإسرائيلي قال أنه اعترض البعض منها وقال أن خمسين صاروخا بالضبط انطلق نحو الجليل الأعلى وبالتالي أيضا هناك تغير في لهجة وبيانات الجيش الإسرائيلي عادة الجيش الإسرائيلي يقول أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة وقام باعتراض البعض الآخر وبالتالي أيضا لم يكن في هذه المرة وفي هذا البيان أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة غير واضح في هذه المرحلة إذا كانت فعلا قد أصبت بشكل مباشر ولكن هذه الصواريخ وهذه النوعية من الصواريخ سبق وأن وصلت مدينة صفد وأصبت بشكل مباشر المباني دون اعتراضها وبالتالي أيضا تحقق اختراقها في الأيام الماضية كذلك المسيرات لعدفعات الجوية الإسرائيلية عموما مدينة صفد تضم 40 ألف مستوطن غير مخلاب خلاف المناطق الحافة الأمامية التي أعلن الجيش الإسرائيلي عنها أنها مناطق مغلقة وبالتالي إذا استمر هذا القصف وهذه الوتيرة تحديدا على مدينة صفد وأيضا إلى نواحي مدينة حيفا كما حصل في اليوم الماضي حيفا قصفت نحو مرتين وبالتالي أيضا واب الكبير من الصواريخ كذلك الجليل الأدنى طيلة اليوم كان الشرال كله في مرمى نيران حزب الله وبالتالي واب الكبير وصل أيضا القواعد العسكرية نتحدث عن في هذه الرشقة الأخيرة على مدينة صفد نتحدث عن 50 صاروخا بالضبط وبالتالي حتى اللحظة لم يرد أي بلغات حول إصابات أو جرحة في هذه المرحلة ولكن متوقع وأيضا غير واضح إذا كان قد استهدفت القواعد العسكرية في تلك المنطقة كون أيضا عدة ثقنات عسكرية تحيط بمدينة صفد هذه هي التفاصيل في هذه المرحلة نعم واضح رازي أن مرحلة جديدة وهذه طبعا الاعتراضات والصواريخ والرشقات تأتي بعد كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الذي هدد فيها أيضا الاحتلال نعم كان قد تحدث نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أن عن مرحلة اسمها إلام العدو على حد تعبيره وحد وصفه وبالتالي أيضا مباشرة بعد رسالة مفادوها ظهرت في الساعة الأخيرة من قبل حزب الله انظروا إلى الشمال مباشرة كان هناك صلية صاروخية كبيرة وبالتالي الأنظار فعلا تتجه الصواريخ اليوم أيضا اليوم الماضي تجاوزت مدينة حيفا وبالتالي أيضا فعلا هناك تصعيد كبير ووتيرة كبيرة من الصواريخ نتحدث بمعدل 200 صاروخ يوميا في الأيام الماضية على مدينة حيفا وبعدها وأيضا كل الجليل بما في ذلك كذلك الجولان المحتل الثقنات العسكرية بحيث أيضا مصيرات تصل من العراق وأيضا تأتي من لبنان وتحدث أيضا الجيش الإسرائيلي في وقت سابق خلال الساعات الماضية عن اعتراض عدة مصيرات وأيضا انفجار أخرى دون اعتراضها وبالتالي أيضا ربما في هذه المرحلة يستغل حزب الله ضعف الدفاعات الجوية والتقارير التي أشارت إلى أن هناك نفاذ في مخزون الصواريخ الاعتراضية الجانب الإسرائيلي كان قد أكد أن ذلك غير صحيح وأنها محاولة أمريكية كانت للضغط على إسرائيل لمنع أي هجوم على بيروت وأيضا لتحجيم الرد المرتكب على إيران وأيضا لفرض عليها إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة لذلك جاء هذا التسريب وفق ما يقولونه مسؤولون إسرائيليون وبالتالي أيضا يلاحظ فعلا ضعف في الدفاعات الجوية أمام هذا الضعف الذي أشرت إليه في اعتراض هذه الطائرات وكذلك الصواريخ تأتي بعد أيام من العملية النوعية في جنوب حيفا في القاعدة العسكرية وتأتي هذه الرشقة هل هذا يضاعف من الانتقادات وحجم الانتقادات والأصوات التي بدأت ترتفع باتجاه فشل هذه المنظومة باعتراض الرشقات الصاروقية تماما بالضبط الجيش الإسرائيلي كان قد طلب من نيتانياهو المستوى السياسي المصادق على توسيع الميزانية الخاصة بمسألة الدفاعات الجوية كون هناك فعلا نقص وهذا أيضا ما فسر أيضا التقارير الأخيرة التي أشرت إلى نقص في الاعتراضات الجوية أيضا كذلك في الصوريخ الاعتراضية أيضا كذلك هناك كذلك شك جنود إسرائيليون من عدم قدرة الجيش على حمايتهم توفير الحماية خصوصا بعد استهداف الفصائل العراقية لقاعدة جناني في الأسابيع الماضية وأصفرت عن مقتل جنديين وأيضا إصابة أكثر من عشرين جنديا كذلك الواكعة الأخيرة في بن يمينة إلى الجنوب من مدينة حيفا كذلك ما أصفرت عنه من عدد الكتلى وعشرات الجرح بين الجنود هذا خلق حالة من الانتقادات لإسرائيل خصوصا أيضا أن إسرائيل صعب عليها جدا التعامل مع المسيرات المتطورة لحزب الله التي يستخدمها مؤخرا تحديدا شاهد 107 أيضا انتقادات لإسرائيل كونها رفضت قبل 7 من أكتوبر التجاوب مع أوكرانيا لنقل التجربة تجربة المسيرات التي تستخدمها روسيا كما تتهم المسيرات الإيرانية وبالتالي أيضا إسرائيل رفضت هذا الطلب وهذا العرض الأكراني لنسخ هذه التجربة في التعامل مع المسيرات الإيرانية وبالتالي هذا ترجم بالفشل في هذه المرحلة جراء وصول المسيرات إلى بن يمينة إلى الجولان المحتال وإحداثها لأضرار كبيرة في القواعد وأيضا عدد من الجنود الكتلى والجرحى وبالتالي أيضا الجيش الإسرائيلي كان قد قال في الأيام الماضية بعد استهداف كريات شموني وسقوط صواريخ قال نحقك بعد استهداف بن يمينة قال نحقك في الحادثة بعد استهداف هرتسلية أيضا بمسيرات قال نحقك في الحادثة في إسرائيل اعترف سلاح الجو وأقر بهذا الفشل ولكن الانتقادات لا تتوقف لا يعولون كثيرا على الدفاعات الجوية وبالتالي أيضا لذلك في هذه المرحلة تصل منظومة تيثاد الأمريكية خصوصا من قبل توجيه أي ضربة لإيران ويتحدثون أن قطع تركيب هذه المنظومة فعلا قد وصل إلى إسرائيل وبالتالي أيضا هذا يفسر ضعفا وخوفا من عدم التصدي لأي هجوم مضاد من قبل إيران من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية وبالتالي أيضا هذا ما فسر وصول جنود أمريكيين إلى إسرائيل لتشغيل هذه المنظومة الدفاعية من نوع ثاد شكرا لك في هذه المرحلة مراسل الغد من حيفا رازي تطور على هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر